السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة على قناتكم قناة مغربي وبريطانيا في هذه الحلقة سنقوم بإطلاعكم على آخر تحديث فيما يخص التأشيرة البريطانية أو مدة الانتظار مدة الانتظار بالنسبة للناس الذين يقدموا من خارج بريطانيا إذن شنو هو آخر تحديث شنو هي المستجدات شحالي الوقت خصك تساين بالنسبة لكل تأشيرة كل نوع من تأشيرات البريطانية هذا الشيء هذا اللي غادي نعرفه في هذا الفيديو دينا إذن check how quickly you'll receive a decision on your UK visa application if you're applying from outside the UK إذن كيفما كتشوفو هنا هذا المقال هذا أو هذه المعلومات تم النشر ديالها في عسرة ديسمبر 2019 ولكن التحديث last updated كان في عشرين يوليوز الفين وعشرين 20 جولاي 2022 إذن هذا التحديث يخص جميع أنواع التأشيرات البريطانية إذن غادي نمر عبر كل أنواع التأشيرات البريطانية من visit the UK, traveling through the UK, study in the UK, work or invest in the UK, join family in the UK وغادي نحضر لكم حتى إلى الpriority والseper priority services شنو هو الجديد ديالهم إذن نبدأ على بركة الله هنا قل لك you are not required to book any travel before you apply or before a decision is made قل لك أنت ما مطالبش بأنك تحجز شي سافار ولا تدير شي حاجة إذا ما تدير شي إجراءات قبل ما توجد لك القرار أو قبل ما توجد لك الفيزا ديالك ما خصك تدير شي حاجة اللي مثلا تبيع شي ثار ولا شي حاجة وتكون معاول ومثلا ما تخرج لك فيزا ولا تلقي شي مشكل إذن من الأحسن تدير إجراءات ديالك حتى تسالي إذن when your applications waiting time starts and ends كيف يبدأ الوقت ديال الانتظار ديالك ديال التأشيرة كيف يبدأ الوقت ديال الانتظار once you have submitted your application online the waiting time starts when you either attend your appointment and provide your fingerprints and photograph كيف يبدأ الوقت الانتظار من بعد ما كتقدم لتأشيرة ديالك online وكتمشي للمركز ديال التأشيرات بشتحط البيومتريك ديالك المعلومات البيومترية إذن أول نوع من التأشيرات وهو visit the UK visit the UK شنو هو التحديث اللي وقع في هاد الفيزا visit visas including standard visitor visa applications are currently taking on average 7 weeks to process however some applications might take longer but are working hard to process applications to get back to the 3 weeks service standard هنا أقول لك بأنها قد تأخذ تل سبعة ديال الأسابيع من بعد ما كانت غير تلاتة الأسابيع إذن دارو شي تغيير بسيط حيث المدارة كانت أطول دابولة سبعة الأسابيع بش وجد لك فيزا سياحية ديالك إذن هنا تقول لك you should get a decision on your visa within three weeks once you attended your appointment هذا في الحالة العادية كانت تلاتة أسابيع أما الآن فهي سبعة أسابيع قل لك بأنه or you may be able to get your visa faster or other services depending on what country يمكن لك تحصل على سبعة أسابيع وذلك شي على حساب البلاد ديالك واش دائرة هات الخدمة أو لا لا والآن فيزا أخرى وهي traveling through the UK انت بغي مثلا غير تدوز من بريطانيا مسافر شي بلد أخرى ولكن خسك تدوز في بريطانيا ضروري هنا قل لك transit visa applications are currently taking on average six weeks to process we are working hard to process applications to get back to the three weeks service standard إذن تأخذ حتى ستة أسابيع وقال لك بأننا كان دير وجهتنا باش رجعوا لثلاثة الأسابيع اللي كانت في النورمال إذن بالنسبة لترانزيت فيزا قلت تأخذ ستة أسابيع ويمكن لك تحصل على قرار أسرع بالنسبة إلي عندك ديك الخدمة ديك الخدمة ديك الpriority والسيبر بريوريتي في البلد ديلك بالنسبة للمغرب كيم ما أغنوريكم كان بعض الفيزات اللي فيها priority والسيبر بريوريتي وكان فيزات أخرى اللي ما فيهاش حاليا إذن study in the UK بالنسبة لstudy in the UK ما فيهتا شي مشكل الآن you should get a decision on your visa within three weeks once you either attend your appointment at the visa application center or used ID check up if you are applying for a short term study visa student visa child state visa إذن بالنسبة الفيزا الدراسة فهو ثلاثة أسابيع مدة الانتظار إذن فيزا الدراسة غادم زيان ما كانش فيها شي delay لحد الآن هذا هو التحديث اللي داره بالنسبة لهذا النوع ديال التأشير ويمكن لك تحصل عليها مثلا بالزربة إلا قدمتي لدك service ديال priority إلا كان في بلدك لأنه حاليا غادين أعطوكم تحديث الواقع بالنسبة priority and separate priority ندزل النوع آخر ديال الفيزات اللي هو تأشيرة العمل أو الاستثمار work or invest in the UK تأشيرة خاصة بهذا العمل أو الاستثمار most work and invest visas including skilled worker visa النسل عندهم skilled work visa applications are currently taken on average four weeks to process كيأخذوا أربعة الأسابيع من بعد ما كانوا تلاتة الأسابيع إذا ما كان يش فرق كبير أسبوع اللي زايد ماشي مشكل إذا كتأخذ أربعة أسابيع بشي تهم البروستس ديالها والآن الفيزا الأهم لمعظم المتابعين ديالنا كينتعظروها أو كيبغلوا معلومات لها وهي join family in the UK التحاق العائلة في بريطانيا وكان يعني بهذه فيزا الزواج خطوبة وما إلى ذلك إذن بالنسبة join family in the UK قال لك هنا UKVA is prioritizing Ukraine visa scheme applications applications for family visas may take up to 24 weeks to process إذن في هذه النوع هذه التأشيرات قال لك بأنهم تقدموا أوكرانيين على الفيزات الخرين إذن يمكن تأخذ الفيزا حتى 24 أسبوع بشتوج بالنسبة للناس لذا فيزا سواج أو فيزا خطوبة إذن إذن يجب أن تكون أصبوع في 24 أسبوع إذن إذا 14 أسبوع هو المدة التي يجب عليك الإنتظار لكي تحصل على الفيزا ويمكن تكون قل يمكن تكون كتر على حسب ولكن في الغالب لا تعد 24 أسبوع وتكون الفيزا واجدة والآن سننهضر على Priority Services Get a Faster Decision هنا Priority and Super Priority Visa Services has been temporarily suspended for new study work and family visa applications بالنسبة للدراسة وفيزا آمل والالتحاق بالآئلة ف Service ديال Priority وSuper Priority راه مختام حاليا suspended حابس مؤقتا for visitor visa applications Priority and Super Priority Services are available in the majority of our overseas location on an appointment basis بالنسبة للتأشيرة السياحة فإن الpriority والسيبر Priority خدامين بالنسبة الناس اللي بغن يمشوا السياحة يمكن لهم يدفعوا لديك القضية ديال Priority بأن توجد اللي هم بالزربة قد تأخذ قل لك حتى الأسبوع باش توجد لك الفيزا إذن من اللي كتتفعل Priority فأنت هتكون تسرع العملية Collection within 5 working days Priority service يمكن لك تحصل تحصل تأشيرة ديالك في ظرف خمس ايام إذن إلا خلصت زايد شوية كتخلص واحد فلوس لزايدة باش تسرع العملية ديالك إذن هذا كان كل ما يتعلق بالتحديث الأخير بالنسبة لمدة الانتظار الخاصة بالتأشيرات بريطانية إن شاء الله إذا كان هناك أي تحديث آخر أو معلومات بالنسبة لهذه الفيزا هذه وهذه إن شاء الله نعلموكم نتمنى أنكم استفدتم إن شاء الله ونتمنى الخير نتمنى أن يتم تسريع الواتير لهذه الفيزا والناس كاملة تحصل إلى تشيرات ديلا وتلتحق الأحباب ديلا إن شاء الله لستودعكم الله الذي لا تطيع ودعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته